هنا لا تسمع إلا طلقات المدافع وأزيز الآليات فلا شيء يوحي بهدوء مرتقب روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب تستمران في شحذ بوادر التصعيد حسب مراقبين وبين بعث الكريملين استراتيجية جديدة على الأرض وسعي أوكرانيا للتسلح أكثر تطوي العملية العسكرية يومها الرابع والستين آخر التقارير الإعلامية تشير إلى توغل القوات الروسية أكثر شرقا واقترابها من بسط سيطرتها الفعلية على ماريو بول جنوبا لربط شبه جزيرة القرام بالحدود الروسية الأوكرانية شرقا في وقت يتم الحديث عن عزم منسقة الأمم المتحدة في أوكرانيا إزومينا كوميتسو التوجه إلى زابروشيا بهدف التحذير لإجلاء المدنيين من ماريو بول المشهد ذاته شهدته خاركيف شرقا هناك حيث ترزح المدينة تحت قصف روسي عنيف في وقت يتحدث مراقبون عن نقل المزيد من القوات الروسية إلى إيزيوم وسط البلاد في خضم هذه التطورات الميدانية وافق البرلمان الألماني على اقتراح بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وتدريب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر المقدمة من أمريكا مساعدات تزامنت مع أخرى أمريكية متمثلة في مدرعات تعتزم واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا بينما اعتبرت الخارجية الروسية الأمر انتهاك للقوانين الدولية ومن شأنها عرقلة جهود التسوية وتهديد أمن أوروبا ترجمة نانسي قنقر